أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستكيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أكبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليدي أعيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوحكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أم ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتاب كبلتهم وما بعضهم بتاب كبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الإلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله بكل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أم ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والهكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم